اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة برمجة المواقع العليكترونية في المحاضرة السابقة حاولنا نكمل البرتفوليو أو معرض الدورات وفي هذه المحاضرة سنتعلم هذا الجزء اللي هو الفيوترز أو المميزات طبعا يتكون من H1 header طبعا بالضبط تماما نفسه هذا ال H1 وطبعا description اللي هو الوصف وطبعا أيضا عدنا مثلا H5 وطبعا بنفس لون ال H1 وصورة طبعا هذه الصورة بها border و paragraph بالبداية راح نضيف هذا العنوان اللي هو راح يكون مميزاتنا فيوترز طيب نجي هنانا طبعا ممكن هذا جزء نختصره ونضيف جزء جديد راح نضيف ديف دي آي بي ورح نضيف لclass راح يكون F E A دي هو فيوترز ممتاز بداخل ديف راح نضيف H1 ما يميزنا مثلا وطبعا كونترول S نلاحظ انه انضافت عدنا بهذا المكان احنا نريدها بنفس هذا الشكل فرح نجي هنانا بيال اعلى احنا راح نضيف دوت F E A طبعا و بالاسفل احنا راح نضيف دوت F E A H1 و راح نضيف لتفاصيل طبعا نجي ناخذ التفاصيل خاصة بهذا ال H1 تماما نفسها نضيفها بهذه المنطقة كونترول S لاحظ انه اصبحت بنفس هذه الطريقة او بنفس هذه التنسيقات ممتاز بالاسفل عدنا ديف هنانا طبعا راح نجي نقسم هذا الجزء الى قسمين هذا ديف نضيف بيصورة وهذا ديف نضيف بي description فرح نضيف ديف هنانا D I V dot ممكن image او I M فقط طب و راح نضيف بي image I M G راح يكون I M G slash like اسم الصورة طبعا احنا نضيف فيها اللي هي like هذه الصورة طبعا ممكن ناخذ من عدها copy بهذه الطريقة ممتاز هذه طبعا الصورة طبعا ممكن هذا الف اي نطيع ارض الف بيكسل طبعا ممكن هنانا هذا الديف نطيف لاوت لفت حتى يتجه الى اليسار ممكن يكون بهذا الشكل احنا F dot F A أو F E A dot F A M و راح نضيف with راح يكون مثلا نص الالف خمسمية بي اكس و راح نضيف float 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 راح يكون left ctrl S نشاهد العمل ممتاز ممتاز اصبحتنا بهذا الشكل فقط انه الديف كله ننضيف center طبعا ننزل بها الاسفل بنفس الطريقة نضيف center للديف بشكل عام center طبعا ايضا ناخذ الاقفال و نخليه بنهاية الديف و لا ننسى التعليقات اهنانه راح يكون end F E A و اهنانه طبعا start F E A اذا نجي هنانه refresh راح نلاحظ انه اصبح عدنا في المنتصف طيب حجم الصورة كبير كلش ممكن حجم الصورة ممكن حجم الصورة ممكن نجي الهنانه dot i m slash مسافة و i m g و طبعا نضيف لها و راح يكون خمسمية بي اكس ctrl s و refresh راح نلاحظ انه الصورة اصبحت بموازارات الديف مثل ما نلاحظ اهنانه ادنى الصورة بموازارات الديف طيب ممكن هو هنانه منطي لي الديف يعني اقل للنص و ممكن يكون 400 ب 600 طيب فممكن اهنانه يكون 400 و اهنانه ايضا يكون 400 ctrl s اذا لاحظ الان ممتاز جدا طيب نجي نضيف الديف الثاني عدنا الديف الاول اللي هو i m g الديف الثاني div dot description d i c d e s اللي هو class description طبعا description b h مثلا 4 h 4 نكتب اهنانه مميزاتنا ctrl s ممتاز مميزاتنا اه اه وعدنا اهنانه طبعا paragraph مميزاتنا بي نكتب ctrl s ممتاز طبعا نجي نسق اهنانه طبعا مكان ما اتش فور ممكن يكون اتش تري بهذه الطريقة Ctrl S ممتاز طبعا ممكن هنا يكون يأما على اليمين يأما على اليسار طبعا أنا أفضل يكون على اليمين باعتبار أنه عربي فرح نجي لهنانه للتنسيق ورح نكتب dot dot d e s h3 هنضيف لتكست center وطبعا هنضيف لك color بهذه الطبقة اللونية طبعا border bottom راح يكون لي هو نشاهد باللون الرصاصي طبعا بنفسه هذا البوردر طبعا بنفس هذا البوردر ممكن نضيفه بهذا الشكل Ctrl S إذا لاحظ ممتاز لكن فقط يكون هنا أنا أدنى بوكار ما border يكون border bottom ممتاز وممكن يكون border bottom 20 bx ممتاز أصبحتنا هذا الشكل طيب طبعا هنا أنا عفوا نتكست line لازم يكون right Ctrl S إذا نشاهد طبعا فقط أنه Ctrl S ممتاز وأيضا هذا النص الparagraph أيضا لازم يكون Ctrl S فنجي هنا بالأسفل dot d d e s p ممكن نضيف نفس ال p اللي طبقناها بالأعلى هذه أو ممكن نضيف تنسيق جديد لالبي مثلا ممكن يكون font size مثلا 18 bx وطبعا text align ممكن يكون right Ctrl S ممتاز طبعا عدنا هنا مشكلة بهذا المكان نجي هنا إلى العمل ها عدنا هنا هذه طاف رابية الأعلى نخليها بأي مكان فقط هو باعتبار أنه شرح ممتاز جدا طيب مثل ما تلاحظون أنه ضفنا هذا الجزء اللي هو future طبعا ممكن نضيف نص آخر ولكن أصبح الآن بنفس الذكرة طبعا أكملنا القائمة العلوية والسلايدر وأكملنا من نحن بالإضافة إلى الجزء اللي هو معرض الدورات وما يميز طبعا إن شاء الله في المحاضرة القادمة رح نتعلم كيف يتعامل هذا الجزء واللي هو رح نخصص لمحاضرة أو محاضرتين خاصات بالفورم اللي هو رح يكون محور مهم جدا في البي أش بي نلتقيكم في المحاضرة القادمة بإذنه تعالى ترجمة نانسي قنقر